أسرار النجاح هدايا فق هذا وذاك لو نتكلم ونقول شنو هي أهم مقومات نجاح الشباب طيبة اللي هنا والشباب اللي قاعدين يطالعون من خلال الشاشة والروح الشابة الجميلة هذي إن شاء الله هي مقومات كثيرة لكن احنا أنا اختصرتها بطريقة حلوة وسويتها على مفهومنا احنا اللي محتاجينه في نظرية أنا سويتها وهي نظرية جوهرة النجاح حلو وهي شيء بسيط سهل جدا يعني حلو أنت النفس ما قلت النجاح مو صعب النجاح هو طريق بس نفس ما قلت أنت أيضا أنها هي جنة صح صحيح جمعتها في النهار في الآخرة في الآخرة إذن الآن الإنسان النجاح في الحياة هو شيء يوم ما يتحاسب فيه سبب وجودك في الدنيا ثنينة واحد وإحنا عارفين العبادة وهذا واجب عليك صحيح لأن حق الله سبحانه وتعالى عليك ولكن الثاني شنو الثاني هو الثاني أن تعمر الأرض عمارة الأرض نعم ما يكون الإنسان عنده هدف أنه أكل أشرب استانس فقط لا أكل أشرب استانس فقط لا ما ينفع أكل واشرب وعمر لم تزد على الحياة كنت زائدا عليها نعم فمن هذا المنطلق احنا نبي نوصل إلى أساسيات التعمير في الأرض محبطات وكثير من الأمور التي تحبط في مجتمعاتنا العربية نزين ونثبت على هذه الشغلة و أيضا في المجتمعات الغربية من واقع معيشة هناك لكن كيف نقلب الإحباط هذا ونحوله ونبلوره ونخليه مثل ما يقولون نجاح وأعلى درجات النجاح نأخذ جوهرة النجاح حلو نأخذها نبتدي فيها نبتدي فيها حلو هي سمها جميل جوهرة أنا مشوي على أنها جوهرة لأن الألماصة دائما تسقلها بس تطلع شي صعب حلو و لما تطلع شي صعب هذا الجمال فيه أكيد عرفت فإحنا عندنا هذه النظرية اللي أنا سويتها اللي هي رأس الهرم هو أنت الذات حلو واحد فيها الثقة الذات العليا اللي هي الأنا العليا اللي هي أنا لا 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 مش الأنا العليا هي الذات هنا الذات هي عدة أشياء إحنا البرنامج ما يسمح أن نشرحها لو نشرحها هي الجسد والعاطفة والعقل والروحانيات الشمول الإنساني ولكن نحن نبي شي رئيسي فيها هي الثقة بالنفس و برنامج ثقة بالنفس أنك يكون عندك ثقة بالنفس هي بحد ذاتها أول أساسيات النجاح رائع ولكن فرق كثير من الناس يعتقدون أن المعلومات الصحيحة أو اللبس الصحيح أو الأشياء هذه هي الثقة بالنفس هي لا معلومات وهي أدوات أدوات الثقة بالنفس لها مصدرين فقط فقط مصدرين الله و أنت الله و أنت كيف كثير من الناس عندهم مشكلة القلق قلق من النجاح أخاف أفشل أخاف ما شنو إذا كان ثقتك بالله سبحانه و تعالى رح ترضى حتى لو فشلت لأن قد الله يريد أن يأجل عملك هذا إلى أفضل حتى تخرج أفضل ما لديك صحيح أثنين ثقتك بذاتك أنت ثقتك بذاتك أنت أنت إنسان إذا كنت هذا الشرط الأول إذا كنت تحب نفسك تحب نفسك سوف تنجح و حب النفس ليست أنانية صحيح إذا أنا أحب غيري و أرمي نفسي في التهلكة الله سوف يحاسبني عليها ما أبوق عشان أعيش غيري أسوي غلط عشان والله أرضي غيري إذا هذا مو هذا حب الذات هذا بالعكس تدمير الذات إذا أنت حبيت نفسك رح يصير عندك ثقة بينك وبين نفسك بعد ذلك كلها أدوات ثقة أثق فيك أنا هشام عشان شنو أنت رجل مقتدر أنك تسوي لهذه العمل أثق فيه ولكن ما تبنى على الثقة كاملة صحيح قد يكون عندك ظرف قد يكون عندك ضوء قد أنت ما تكون موافق لأني أنا مسؤولك أو مديرك في العمل إذا هي الثقة مبنية على ذاتك أنت ناس ما يقول في الأمريكان إذا بغت تسوي شيء يعني صح سو أنت بنفسك سو أنت بنفسك صح أكيد أستاذي والأمان يعني كلام جميل ويمكن نحتاجنا أن نطرح هذا الموضوع خاصة من بعد الأمور اللي كانت هناك تذبذبات في المجالين الإعلامي والفني في المسابيع اللي فاتت فكل واحد قام ينصدم من رفيق دربة كل واحد قام ينصدم من خلال المعاملات لذلك مثل ما قال أستاذ عيسى ما هو عيب أن الواحد يحب نفسه لأن بداية النجاح هي حب الذات لو نشوف الأصور أستاذي وقاعدين نطالب يعني أصور جميلة جدا لو تعلق لنا عليه هذا برنامج ديس كيف ري أنا سويته اختراع كامل طريقة التعليم في غير حلو يعني الحمد لله كل المشاركة اللي راحوا معنا أقل واحد فيهم أقل واحد فيهم عنده من ثلاث إلى بعضهم ست قناعات وليست فكرة ما شاء الله القناعة تغيرت لأنه وجد شيء آخر فيها أسرار النجاح حلو وكننا مأهلينها على كيف أن يكون عنده أول شيء يعرف ذاته ثاني شيء يعرف التفكير الإبداعي ثم يبتدي بها أسرار النجاح يعرف كيف تسمى الذكاء التوكيدي كل مدرب كان موجود وهو الدكتور عادل دعيجان وأستاذ صبحي جهث عمي وأستاذ هدى الراشد كانوا وياي في هذه الدورة وكانوا شاركوا وساهمهم ساهمة كبيرة يعني فضل الله يعني بعد الله ما نجحنا فيهم يعني من غيره ما ننجح الحمد لله لكن توالت الأمور وتكاتفت الأمور وطلعتوا بهذا النجاح الرائع نعم ومن ضمن الأشياء اللي كنا نجحنا فيها أن حققنا أشياء ما حد سواها يعني مثل من أصعب الأشياء أنك تقنع مصنع في عمان في حلوة أنك تسوي حلوة وهذا شيء أنا رح يجربون أي واحد يحب يجرب يروح من أصعب الأشياء أنك تقنع لأنه يقولك أنا أحتفظ في سر المهنة حول نحن حاولنا بطريقتنا أخذنا على الأقل نص ساعة نص ساعة من أنت يا سر المهنة وهم سوا حلواتهم وخذوها وياهم واتخي أنت تصنع شيء تسمع فيه شيء عجيب هذه من الأشياء اللي أنه تحسسكم بالنجاح هذه بحث ذات أنك تقعد تصنع شيء أنت رح تاكله الناس حتى رح تشاركك فيه كذا واحد أبعضهم أخذ أكثر من حلوة أكي يمكن الآن رح نشوف فيديو معاكم جميل جدا أنزين الفيديو رح نعرض معنا على التوبوكس هنا و رح تعلق عليه أستاذ عيسى حلو أنزين لأن الفيديو هذا أيوه كافو برنامج ديسكيفوري التدريبي نبيك تلق لنا على هذا الفيديو شوف هنا هذا الفكرة طلعت أنا من عندي سنة 2012 شهر أربعة شهر أربعة فكرت أني أنا أسوي برنامج تدريبي قعدت سنتين ونص عشان أحضر كل أنواع التفاصيل فيه يعني هذا إسراء مو شهر مو شي سهل ولكن لما تصمم برنامج في كل جمالة في كل فكرة يطلع وياك برنامج جميل يطلع وياك فكرة حلوة تخيل أول اطلاقة لنا سنة 2014 أربعة 12 وهي كانت أول اطلاقة له حتى حتى نية نتكلم على جوهرة النجاح كان فيها شغلتين نحن ما كملناهم في جوهرة النجاح هي الشغف والصبر الشغف والصبر والصبر وإذا الواحد ما كان عنده دافع أو ما كان عنده شغف يحركة يعطي موتيفيشن ما رح يوصل إلى الطموح اللي هو يبيه خلنا نحن نشوف خلنا نشوف فكرة أنه يكون عندك يكون عندك أول شيء في بداية بداية الموضوع يكون عندك الذات حلو وهي تكون فيها ثقة ومع تطويرات ولكن نحن نبيل موضوع هذا النقطة رئيسية تنزل عندك بعدين الشغف وهما وهي الصبر إشلون إذا الصبر عندك عفوا أستاذ عيسى عندي المثلث هذا ما جوهرة تعرف الجوهرة الماصة 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 لا قاعدة شوية تحت هذا القاعدة مالتها يعني برأس خلنا نقول الماصة سيكون عندي الأنا من ثم عندي الصبر وأنت يا الشغف حلو الصبر هو مهم جدا يساعد الشغف والشغف أيضا يساعد الصبر إذا أنا مش تهي أن أسوي هالشي هذا وعندي حماس كبير بس ما قاعدة يشوف النتائج هذي قاعدة تحبطني لكن الصبر شي سوي يقول أصبر أصبر شوي أصبر شوي تربط وإذا العكس صحيح الشغف طاح عندي والصبر شي يقول لي الصبر يقول لي انتظر يقول لك رد ترى ترى ليس سهل الطريق شوي أكيد يا بيلة يعني شكتشنون طبعا كثير من الناس يقولك أنا ما أقدر أصبر لا الصبر تقدر تقدر تتعلمه الصبر مفتاح الفراج تقدر تتعلمه يقول عند من بعد البداية وش يقولون يقول الصبر فيه مضمون ثنتين تكسب جميل وتاخذ الحق وافي يعني تكسب جميل في اللي قدامك إذا أنت صبر عليه شوي ومتحمله راح تكسب فيه جميل وإذا سويت في نفسك أنت وهو أهم شي شخصك يا هشام أو شخصك يا عيسى تصبر عليه أنك تقوله يلا شوي معلش أنت تطايح شوي قوم تحرك إذا هذا يعطيك شنو يعطي أن يدافع أكثر ودافع محرم إذا هذه الأدوات المهمة حتى النجاح لأن الإنسان محتاج شغف أنه يوصل وحب لشيء هو قاعد يعمله فما يكون أي شيء تختاره أنت تختار شيء أنت تحبه ما تختار وكن هدف أنت تحبه والصبر سأعطيك نسمو قلنا إذا طاح إن شاء الله وإذا نزل ردها وإذا صعد صعد شي سوي ينزل شوي يقول تريف أصبر أصبر صحيح خلصنا من هذا إذا الآن شي يصير عندنا شي واحد وهو هذا أخطر شيء نحن نعيشه في العالم العربي كله أنا اكتشفته هذا اكتشافي وإن شاء الله إذا أنا أخطأت فأتمنى من أي واحد يصلح لي وإذا أنا على الصح تأييد هذا الجميل والحمد لله فضل من عند الله إذا كنت على الصح ربي أجزيك الخير وإذا كان هناك خطأ فعف الله عن ما سلف وإنتمنى أن أحد يصحح اللي أنا أقوله إحنا الشاب العربي من المغرب إلى الكويت والعكس صحيح من عندك سوريا إلى اليمن كل أبوهم ما عنده حل عنده شنو أبي أشتغل وأبي فلوس لاحظت بعض الناس يصل عمره 40 سنة مو عان فوق شي بي نظرية التزاوج ونظرية خلن يقول الدجاج البيض مع كامل احترامي الأساس البيت الأساس أنت أحبط قبل يصير عندك حلم أيوة أنت أحبط قبل يصير عندك حلم شلون وين أنت تصير يا يوبا أنت وين تصير مهندس بابا أنت وين تصير شذي خلنا يبو حنى على هالشغلة شذي امشي يم الحيط خلك جنب الحيط هذه الأمثلة هذه تقسل محمة صديق أنت ما تنفع تصير شذي والله العظيم هذه ذبحة الشاب وذبحت حلمه فالشاب لا يصل لأنه لماذا عشرين مطرقة على رأسه ولكن إذا متى ما صار الشاب لا يسمع لا يسمع كل ما يسمع يقول وما أسمعك ما تقوله أنا لا أسمعك يمكن أنا بس أستمحك عذرا رح نقطع ونخرج فاصل معاكم ونرجع بسرعة أنت واصل مرة ثانية مع الأستاذ عيسى الوطري والكلام الرائع بس نبي نحمسكم شوي فاصل ونواصل رجعنا نتواصل معاكم ونتواجد معاكم في برنامج شباب قول وفعل وقاعدين نتكلم عن الشغف وعن الإيجابية وعن الأمور الجميلة لتحيي خلونا نقول كل وجه بشوش على هذه الأرض بطريقة سليمة وصحيحة رجعنا لك ساد عيسى السموحة قاطعناك بس كنا مضطرين للفاصل يا بعدراسي ورجعنا لنا بنتكلم عن أنت يا التوجيه مثل ما أنت التوجه إحنا مشكلتنا الواحدة بينجح في سبع تلاف شيء عشان هو سوبرمان أو هي سوبر وومن وهذا مو موجود ما في إنسان يقدر ينجح بكل شيء ما أساسا عقلك ما يقدر ينتج إذا النفس ما يقول حتى أهلنا يقول راعي البالين ما يقدر مو حقي إذا أنا بنجح بشيء أتوجه على شيء واحد فقط حتى الحين حتى توجه أنا ودي أكون أنا بالنسبة لي ودي أكون أفضل مدرب خلاص العالم انتهى هذه فكرتي في العالم العربي أكون أنا رغم واحد خلال خمس سنوات أو ست سنوات هذه خطتي إذن أنا أحرك كل حواسي السمع والنظر واللمس كل شيء يتحرك على هذا الشيء المطاقة يلعب دور في هذا الموضوع دعنا نقول اجتذاب الذرات الكونية التي توظف هذه الأمور لا 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 قلني أنا واحد من الناس يعني شوية عندي تحف يعني من ناحية المطاقة يعني يعني لأنه هو موجود ولكن مو بالطريقة اللي قاعد تسرد أكثر الأوفر الأوفر يعني المرة قاعد السؤال مع واحد فقلت فيه شخص قد يكون غير محترم أوه يسوي لي كذلك أنا استغرفت لا صحيح 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 موجود وهو قد الآن يراني هذا الشخص يذكره هو اشتوي حتى لدرجة أنني أنا من ناس يعني عقلي حاضر وقف عقلي ويا تخيل عقلك يوقف مع الشخص تستغرب أنا بيت حظ الطاقة السلبي إلا أن تدري شنو أنا أشوفها أنا إذا أنا بفكر بهذه الطريقة حتى ما ننجرب الموضوع أنت قاعد تسير عندك هم أنك تحارس على طاقتك وهذا حد ذاته يشغل الملخ ويتعبه صحيح هذا بحد ذاته فالآن نتوجه إلى التوجه التوجه هو فكرة أنك أنا تتحرك كل طاقات اللي عندك فيه جسمك اللي أنت تمتلكهم من سمع من طاقة كل شيء تحرك وتوجه نفسك على هدف اللي أنت تبين أنا أبي أسير عندي مطعم أنا أبي أسير عندي هذه الحلوة اللي كنت وقعت تسويها أستاذ عيسى أي هذه الحلوة حلو كلهم حتى هذا عمي بنادر الله يطيل عافية أكبر مشتركه إيانا فكان مستمتع لكل يعني تخيل ما شاء الله يعني أنا حسيت أنا بالناحيتي أنا حسيت أني أنا استمتعت فيها لما أقدته وقعده وقعده وزعه على ربع أني أنا سويتها بحلوة مو شيء سهل صحيح يعني ترى هذا أنا مسويها لما يقولك حلوة حلوة يقول أنا مسويها حلو ممتاز يواليكم العافية الله يعافيك فإحنا عندنا فكرة التوجه التوجه الضروري أن الإنسان يكون عنده هدف واحد يشتغل عليه مو معناه أني أنا أوقف كل أهدافي الثانية لا أشتغل على أشياء بسيطة مثلا أنا محتاج أني مثلا أهتم في الدخل المادي هم محتاج التنظيم بالورقة والقلم يعني مو كل الكاركترات لما يدرس أنمات الشخصيات في ناس ما تقدر تمشي على ورقة والقلم ولكن يقدر يحددها أهو شيذي في ناس تمشي على البوستيت يعني أنا استغرب مثلا لما يكتب ويحرص أن يخلص هذه الكاركتر مربع هذا غالبا يكون هو دقيق في أن يخلص فكل كاركتر لها يعني أنا لا أعرف أن أفعل حلويات لكن لدي توجه أن أفعل وعرف عالم الحلويات وعندي كل شيء ودارس عالم الحلويات لكن أنا لا أعرف أن أفعل حلويات صحيح إذن أنا أقدر أشتري المهارة طباخ 20% حلو فهمت الطريقة ولكن 80% هي الإدارة والتوجه التوجه هو الذي يجعل ك توصل الهدف كثير من ناس لو نرجح الناجحين كان يشتغل بشيء واحد فقط وبعد ما نجح وصارت عنده إمبراطورية ومستكيل كل شيء صار ملتي تاسكين حلو فعاد على راحت حين أنا خلاص عرفت نفسي وعرفت نفسي بالسوق وتطوير شقال وكل شيء ما توقف عند مستوى واحد مستحيل أنك أنت تقدم أنا في دوراتي مستحيل أن نقدم دورة نفس الدورة حلو نفس الدورة مستحيل لا بد أن فيها تطوير خفيف لو حت تعلق خمسة شرائح جديدة لحتى أن يصير في إطراء حلو في إطراء وفي خلنا نقول تنويع وتغير من خلال الأمور حتى أنت قعد تقدمها للشريحة المستهدفة أو حتى مختلف الشرائح المستهدفة عفوا عزيزا ما شاء الله كل هذه المدلولات من خلال النظريات والدراسات التي توصلنا لها تدل إلى طريتها لكن في ناس مثلا قاعدة تقول إنزين أنا درست هذا كله أنا طبقت النظريات هذه كلها أنا طبعا أخلع رداء المذيع وأخلع ثوب المذيع وأبي أبدي أو أني متدرب متدرب وقبل أن أصير متدرب إنسان بسيط عادي أبدي إعجابي فيك أستاذ عيسى وأبي أقول يعطيك العافية أن ما شاء الله الكمية الرائعة هذه من النظريات والكمية الرائعة من الأمور الإيجابية لكن قبل هذا وذاك الذي قاعد يطالعنا على كل الذي قلت لك يقول لك كيف أن أصل إلى الاستفادة العظمى إذا أنا طبقت هذه الأمور كلها وإذا صار لدي توجه نرجح لنظرية جوهرة الجوهرة الجوهرة النجاح الرائعة الصبر الصبر نحن ردينا وقلنا نحن بصبر الموجود الصبر هذا النظرية لما تتحورني فيها ستطلع كل المميزات لأن الوقت لا يكفيك أنا لو نشرح نشرحها أكثر من ثلاث ساعة خلص النظرية فتخيل التلحين الصبر إذا كان عندك صبر أنك ديمومة ديمومة هي سر من أسرار النجاح أيضا ديمومة أنك تستمر على الشيء حلو يعني أنا لو استمرت مرة مرتين إراث أربع خام ست ست سبع ثمان ستعلب الاختراع الكهرباء كم مرة سواها ألاف المرات لكي يوصل لكي يوصل لكي يوصل لكي يوصل لو لم تكن عندها ديمومة وصبر لم تكن عندها الشغف لم يصل الآن في سنة 2015 ثومس أنه قام تسمى اللايت بولبز باسمه حتى كترند دعني نقول لك نرجع ثومس نعطي أول شي يحتم في ذات أنه يتعلم صحيح وثق في نفسه وهو آخر شي صار عنده صبر أنه يستغل هذه العملية ثلاثة صار عنده الشغف أنه يريد يوصل لكي يوصل لا يستطيع في العالم وصل آخر شي كان متوجه أنه يسوي هذا الشيء كهرباء كيف الإنسان تحرق أنا يعرف كيف وصل لكي إذن دورت النجاح الزهات الصبر قبل لا نختم الفاصل هناك برنامج لأننا البرنامج المجاني والذي يقبل كالتواج الواجور فيه دعوة منكم إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لنا معاي السادة هدى مشاركة فيه نحن دمجنا ثلاثة نواع من العلوم في هذا البرنامج المشاركة مجانا ولكن فيها هم وركات حق الجاد دين اللي مجاد ما رح يكمل ويامها صحيح نحن عرف والأشخاص اللي دشوا حتى الآن نبشرهم ونقول لهم كل اللي دشوا البرنامج كلهم منجحوا كلهم تغيرت حياتهم للأمان اللي يشوف هذه الإيجابية الرائعة وهذه الدمومة الجميلة وهذه الأخلاق الدمثة انزين فما رح يوصل إلا إلى أسباب وأسرار النجاح يمكن أنا أتمنى الحلقة تنضرب في ثلاثين عشان نخلص الكلام الجميل هذا لكن الانستغرام مع الأستاذ عيسى الواطن رح تشوفونا معانا وفيها الرقم التليفون وفوق هذا وذاك دورة الثقة بالنفس اللي تعتبر social responsibility مثل ما يقولون موجهة من الأستاذ عيسى الوطري لجميع الشعب اللي موجود عندنا في الخليج العربي أو في الكويت في العالم حتى وعلى ذكرة هي اختراع أيضا وهي اختراع جميل جدا يعطيك العافية أستاذ عيسى نورتنا وشرفتنا وقبل هذا وذاك بميزان حسناتك ويجريك ربي كل خير على الإيجابية اللي أنت قاعد تقدمها ننتقل معاكم إلى فاصل ونرجع أن تواصل معاكم مرة ثانية في برنامج شباب جول وفاول